أبو عبيدات بن الجراح كان وضيء الوجه بهي الطلعة نحيل الجسم طويل القامة ترتاح العين لمرأاه وتأنس النفس للقياه ويطمئن إليه الفؤاد وكان إلى ذلك رقيق الحشية جم التواضع شديد الحياء لكنه كان إذا حزب الأمر وجد الجد يغدوه وكأنه ليث ذلكم هو أمين أمة محمد عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القراشي المكان بأبي عبيدة نعته عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال ثلاث من قريش أصبحوا الناس وجوها وأحسنها أخلاقا وأثبتها حياء إن حدثوك لم يكذبوك وإن حدثتهم لم يكذبوك أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح كان أبو عبيدة من السابقين الأولين إلى الإسلام فقد أسلم في اليوم التالي لإسلام أبي بكر وكان إسلامه على يد الصديق نفسه فمضى به وبعبد الرحمن بن عوف وبعثمان بن مضغون وبالأرقم بن أبي الأرقم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنوا بين يديه كلمة الحق فكان القواعد الأولى التي أقيم عليها صرح الإسلام العظيم عاش أبو عبيدة تجربة المسلمين القاسية في مكة منذ بدايتها إلى نهايتها وعانى مع المسلمين السابقين ما لم يعانيه أتباع دين على ظهر الأرض فثبت للإبتلاء وصدق الله ورسوله في كل موقف لكن محنة أبي عبيدة يوم بدر فاقط فيع فيها حسبان الحاسبين وتجاوزت خيال المتخيلين انطلق أبو عبيدة يوم بدر يصول بين الصفوف صولة من لا يهاب الردى فهابه المشركون ويجول جولة من لا يحضر الموت فحذره فرسان قريش وجعلوا يتنحون عنه كل ما واجهوا لكن رجلا واحدا منهم جعل يبرز لأبي عبيدة في كل اتجاه فكان أبو عبيدة يتحرف عن طريقه ويتحاشى لقاءه ولج الرجل في الهجوم وأكثر أبو عبيدة من التنحي وسد الرجل على أبي عبيدة ووقف حائلا بينه وبين قتال أعداء الله فلما ضاق به ذرعا ضرب رأسه بالسيف ضربة فلقت هامته فلقتين فخر الرجل صريعا بين يديه لا تحاول أن تخمن من يكون الرجل الصريع ولقد يتصدع رأسك إذا عرفت أن الرجل الصريع هو عبد الله بن الجراح والد أبي عبيدة لم يقتل أبو عبيدة أباه وأنما قتل الشرك في شخص أبيه فأنزل الله سبحانه في شأن أبي عبيدة وشأن أبيه قرآنا فقال لا تجدوا قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار لم يكن ذلك عجبا من أبي عبيدة فقد بلغ من قوة إيمانه بالله ونصحه لدينه والأمانة على أمة محمد مبلغا طمحت إليه نفوس كبيرة عند الله حدث محمد بن جعفر قال قدم وفد من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم أبعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا فيحكم بيننا في أشياء من أموالنا اختلفنا فيها فإنكم عندنا معشر المسلمين مرضيون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين قال عمر بن الخطاب فرحت إلى صلاة الظهر مبكرة وإني ما أحببت الإمارة حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحب هذا النعت فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر جعل ينظر عن يمينه وعن يساره فجعلت أتطاول له ليراني فلم يزل يقلب بصره فينا حتى رأى أبو عبيد بن الجراح فدعاه فقال أخرج معهم فاقضي بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه ولم يكن أبو عبيد أمينا فحسب وإنما كان يجمع القوة إلى الأمانة وقد برزت هذه القوة في أكثر من موطن في يوم أحد حين هزم المسلمون واتفق صائح المشركين يونادي دلوني على محمد كان أبو عبيد أحد النفر العشرة الذين أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليدفعوا عنه بصدورهم رمح المشركين فلما انتهت المعرقة كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قسرت ربعيته وشج جبينه وغارت في وجنته حلقتين من حلق درعه فأقبل عليه الصدق يريد انتزاعهما من وجنته فقال أبو عبيد أقسم عليك أن تترك ذلك لي فطرقه فخشي أبو عبيد إن اقتلعهما بيده أن يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعض على أولهما بثنيته عضا قويا محكما فاستخرجها ووقعت ثنيته ثم عض على الأخرى بثنيته الثانية فاقتلعها فسقطت ثنيته الثانية قال أبو بكر فكان أبو عبيد من أحسن الناس هتما لقد شهد أبو عبيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها فلما كان يوم السقيفة قال عمر بن الخطاب لأبي عبيد أبسط يدك أبايعك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أمينة وأنت أمين هذه الأمة فقال أبو عبيد ما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمنا في الصلاة فأمنا حتى مات ثم بويع بعد ذلك لأبي بكر الصديق فكان أبو عبيد خير نصيح له في الحق وأكرم معوان له على الخير ثم عهد أبو بكر بالخلافة من بعده إلى الفاروق فدان له أبو عبيد بالطاعة ولم يعصيه في أمر إلا مرة واحدة لقد وقع ذلك حين كان أبو عبيد بن الجراح في بلاد الشام يقود جيوش المسلمين من نصر إلى نصر حتى فتح الله على يديه الديارة الشامية كلها فبلغ الفرات شرقا وأسي الصغرى شمالا عند ذلك دهم بلاد الشام طعون ما عرف الناس مثله قط فما كان من عمر بن الخطاب إلا أن وجه رسولا إلى أبي عبيد برسالة يقول فيها إني بدت لي إليك حاجة لا غنى لي عنك فيها فلما أخذ أبو عبيد كتاب الفاروق قال قد علمت حاجة أمير المؤمنين إلي فهو يريد أن يستبقي من ليس بباق ثم كتب إليه يقول يا أمير المؤمنين إني قد عرفت حاجتك إلي وإني في جند من المسلمين ولا أجد بنفسي رغبة عن الذين يصيبهم ولا أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمرا فإذا أتاك كتابي هذا فحلني من عزمك وأذن لي بالبقاء فلما قرأ عمر الكتاب بكى حتى فاضت عيناه فقال له من عنده لشدة ما رأوه من بكائه أمات أبو عبيد يا أمير المؤمنين فقال لا ولكن الموت منه قريب ولم يكذب ظن الفاروق إذ ما لبث أبو عبيد أن أصيب بالطاعون فلما حضرته الوفاء أوصى جنده فقال إني موصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا بخير أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشهم ولا تلهكم الدنيا فإن المرأة لو عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى مصرع هذا الذي ترون إن الله كتب الموت على بني آدم فهم ميتون وأكيسهم أطوعهم لربه وأعملهم ليوم معاده والسلام عليكم ورحمة الله ثم التفت إلى معاذ بن الجبل وقال يا معاذ صلي بالناس ثم ما لبث أن فاضت روحه الطاهرة فقام معاذ وقال أيها الناس إنكم قد فجعتم برجل والله ما أعلم أني رأيت رجلا أبر صدرا ولا أبعد غائلا ولا أنصح للعامة منه فترحموا عليه يرحمكم الله العبرة كان مشهور سيدنا أبو عبيدة بالزهد زهد في القيادة والزعامة وزهد حتى في اللبس وفي العيشة وفي الحياة العقيدة اللي عملت من أبو عبيدة أن يكون أمين الأمة هي هنموت إحنا كلنا عارفين إحنا هنموت بس لما بتبقى حاجة راسخة قوي في الإنسان بتخليه أنه لا يلتفت إلى حطام الدنيا ولا يبيع دينه معرض من الدنيا ولا يحقد ولا يجل ولا يحسد وبتخليه مقدام وجريء وبتخليه طول الوقت في حالة بزل وجهد وشغل وعمل بتخليه دايما عينه على الجنة دايما عينه على ما بعد الموت يعني عقدت الموت دي إذا كانت جواكي هيسهل بعدها كل شيء فسيدنا أبو عبيدة بيضرب لنا مثل للشجاعة والزهد والأقدام يعني أنا شخصيا ببسمع اسمه بيدخل في قلبي الرهبة مع الحب سبحان الله فإذا الإنسان ترك الدنيا قبل ما الدنيا تطرقه بيقع في نفوس الناس كده على فكرة اللي حواليه بتقع الهيبة في قلوب الأخرين منه اللي بيدور جواكي وبيدور في قلبك بينعكس على سلوكك وبيبقى ليه تأثير جميل جدا على الناس اللي حواليكي وتجلى طبعا حب أبو عبيدة بن الجراح بالدين أنه قتل أبوه في المعرقة هو كان محطوط في موقف لربنا لابوك لعواطفك الإنسانية للدين بص العلاقة دي لازم هتقابلك ولازم هتمر بيها وده مناة التكليف هتجيلك لحظات بتقولي فيها شغلي ولا ربنا هتجيلك لحظات بتقولي فيها ابني ولا ربنا هتجيلك لحظات فيها بتقولي جوزي ولا ربنا أخذ بالك قوي من الامتحان ده لأن الامتحان ده لازم هتمر بيه لازم فعشان تقدري لما تتحطي في مقرنة كده ما بين اختيار أمرين ديني ولا نفسي ومشاعري ومصلحتي لما يحصل تعرض ما بين دينك ودنيتك يا طرع هتقدرات يعملها ازاي اللي ممكن يساعدك على أنك أنت تتخطيها وتقدري فعلا تختار الدين بكل سهولة هي العقدة دي عقدة أنا هموت فعقدة أن أنا هموت وهأبعث وهأسأل هتخليك تدوسي على كل مشاعرك تجاه أي حاجة تتعرض مع الدين هتخلي دينك رقم واحد لأن ما فيش حد هينفعك في القبر وما فيش حد هينقذك وانت بتموتي وما فيش حد هيقدر يشيل عنك أي حاجة بالأنت عملتها عشانه وما فيش أي عمل أنت عملت من الدنيا للدنيا هينفعك في الآخرة ما فيش أي عمل هيدخل معك قبرك ويونسك في القبر غير عمل عملتين وجه الله اللي بتعمليه عشان ربنا هو ده اللي قاعد واللي بتعمليه عشان خطر الناس زائل بل كمان يعني هتفتني به يعني اللي هتعمل حاجة عشان خطر الزج ربنا هقولها خدي بقى جزائك منه واللي هتعمل حاجة عشان خطر أولادها أولها برضو خدي جزائك منهم عشان كده تلاقي ستات كتير بتقولك أنا ضحيت وديت وعملت وما لقيتش نتيجة ده عشان حضرتك كنت بتعملي ده لي وهم مش لله فدي العبرة اللي ممكن ناخدها من قصة سيدنا أبو عبيدة هي اعملي لله عشان تحصودي في الآخر عشان كده اسأل الله دايما الإخلاص وسأل الله أنه يخليك من الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا اسأل الله أنه يثبت قلبك لأن القلوب بتتغير فمحتاج دايما تذكرة اسمعي كل يوم درس صلي عنا بكتير اسكولوا ربنا كتير تكلمي عن ربنا كتير عشان قلبك دايما يكون حي ولما قلبك يكون حي هتعرف تميزي ما بين الخير والشر هتعرف تميزي وتختاري مين وما تختاريش مين تفضلي مين وتفضليش مين إنما الغفلة هتخليك لي ما تتعرفيش عدوك من حبيبك هتخليك تختاري حاجات مش مفرد تختاريها وتتركي حاجات هي مصلحتك فيها أصلا البصيرة مصدرها القلب فالقلب حفزي علي دايما حي بفهم الدين الصحيح يعني لو تعلمت دينك صح وتعلمت الإسلام صح هتلاقيك بتختاري بطريقة مختلفة أولوياتك في يومك حتى مختلف مش هتلاقي نفسك بتخافي زي ما كنت بتخافي مش هتلاقي نفسك مترددة من أمرين زي ما كنت مترددة كلما ازددتي قربا من الله سبحانه وتعالى وازددتي حرصا على طاعته بتزداد بصيرة بتزداد وعي بتزداد فهم فتقدر تعرفي كده مش اللي فالح في الدنيا وشاطر وبيعرف يجيب القرش هو ده الفائز لأ الفائز اللي يفضل الأخرة عن الدنيا لأنه هو ده العائل هو ده العائل احنا ما نعيش كم سنة يعني فلو بصتي كده من بعيد كده هتلاقي أنه مفيش مقارنة أصلا ما بين الأخرة وما بين الدنيا فيقع في قلبك الزهد في الدنيا وإذا وقع في قلبك الزهد في الدنيا خلاص أنت هتنجحي في الدنيا على فكرة وهتنجحي في الأخرة وهتنتصري في الدنيا وهتنولي كل خير ربنا سبحانه وتعالى زين الأرض اللي امتحنا وخلق جوانا شهوات ده امتحانك يا طرحة عمليا فسأني دايما أن الله سبحانه وتعالى كثبات على الأمر وإنه يلهمك رشدك وما تتحركيش أي خطوة ولا تعملي أي حاجة إلا باستخارة وإذا جاءك خير فانسبي لله سبحانه وتعالى وإذا جاءك شر وليعادي وطبيعة الدنيا ومش أهم حاجة أرض الناس اللي حوالي عشان بس فيه الأخباطة قوي في القصة دي أصلا عشان أرضي يا أبويا قلعة الحجاب أصلا عشان أرضي زوجي المشال بس حجاب نحن مش هدفنا إرضاء الناس دول إحنا هدفنا هو إرضاء ربنا فيهم يعني إذا أمرني بمعروف أعمله لأن ربنا أمرني بكده إذا أمرني بحاجة تخالف شرع ربنا لأ مش هعملها فالبصيرة دي إنك تقدر تفهمي دينك صح وتنفيزيه صح عشان تغذي الثمرة اللي وراه وهي الجنة ورد ربنا سبحانه وتعالى دي محتاجة منك عقيدة هتموت في شهدين فاك جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته